كنت عايز أسأل حضرتك في حديث في ما معناه يعني كان بيقول لو أمر الله أن يسجد أحداً لأحد كان أمر النساء أن تسجد لزوجه فكذا مش يبقى كذا في فرق آيبت أقول لك القصة والحكاية ما أنت لازم تعرفي القصة والحكاية علشان تعرفي هو دات ألف إيه إحنا قلنا إيه السياق السباق اللي حق صح ولا صح الحكاية أن الستات كانوا يجوا يشكر رسول الله يا رسول الله الراجل يعني إيه يعني عنيف شوية بيزع كتير بخيل مش راضي يجيب لنا مقتضيات البيت يعني وكده فالنبي يشد عليهم يشد على الرجال ويقول لهم على فكرة أنتم مش هتدخلوا الجنة إلا لما ترضوا الستات بتاعتكم خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله ويقعد يضغط على الرجال فالرجالة حاضر يا رسول الله قوم الستات تفتري ما خلاص بقى كده يضيلك على دماغك هدم أنت إيه بقيت تحت إداية بقى استنى شوية فالرجالة يجوا يشكوا وبيتعبوا وبيتعبوا يعني كلام حلو جميل عارفين لو ربنا كان قال لحد يسجد لحد كان ميلا يسجد كان الست تسجد للراجل بيديهم دفعة وبيديهم حافظ أنه هم يعني يحترموا أزواجهم شوية فالست تستجيب لرسول الله وتقول أيها صحيحة ده أنا غلطان أنا زودتها شوية ومن راجل يلاقيه منكسرة شوية كده هم يزود عليها الضغط ومن الستات تروح تشتكي فسيدنا كان قاعد يقول لدول ويقول لدول ما تجيبيش بقى تجيبيني دية وتطلع يهالي من هنا وتقولي هو ده ما فيش توازن لا ديها معمولة عشان التوازن بس في قصص حواليها في حاجات حصلت في حياة مستمرة النص ده نص هو عبارة عن سيدنا قاعد ورحقين العبارة دي صح لكن طب أيلها ليه أيلها المين أيلها إمتى لما تبحث في السنة كده يتضح ليك الحال وإن سيدنا هو أعظم من طبق كلام الله اللي بيقول فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعياته والمرأة في بيتها راية وهي مسؤول عن رعياته وخدي بقى نصوص كتيرة جدا العلة بتاعتنا إن احنا بنخرج عن السياق والسباق ترجمة نانسي قنقر